خبر مؤسف وهو فات الدكتورة مونا بكر أستاذ النانو تكنولوجي والبحث العلمي دكتورة مونا بكر واحدة من أهم مقامات النسائية العلمية توفت من يومين وسبت لنا الحقيقة مجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية مبارح كان العزة بتاع دكتورة مونا بكر رحمها الله وستقبل فيه كان العزة الحياة بمسجد المروة بدريم لاند واستقبل فيه دكتور أحمد بهجة رئيس مجموعة شركات بهجة عزاء الدكتورة مونا بكر والحقيقة حضر العزاء مجموعة كبيرة من تلاميذ الدكتورة مونا بكر طبعا وأسرة الفقيدة رحمها الله بالإضافة إلى دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ودكتور محمد خضر رئيس قناة دريم ربنا يرحمه بجامعة المروة بمدينة دريم لاند استقبل الدكتور أحمد بهجة رئيس مجموعة شركات بهجة وعائلة الدكتورة مونا بكر وفودا من أساتذة الجامعات في عزاء أستاذة النانو تكنولوجي والبحث العلمي ومدير مركز النانو تكنولوجي والأستاذ المساعد بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة كانت من سنة جميلة كلنا بنحبها شعبيتها في وسط الناس البسطاء قبل العلماء عظيمة أفنت عمرها كله في كدمة العلم وفي مساعدة الناس اللي طلبوا بالذات حقيقة يعني مهما قلنا كلام مش هيوفي حقها الله يرحمها ويغفر لها يعني تخش في أوسع الجنات إن شاء الله لأنها تستحق كل خير يعني هي خسارة فادحة ليا شخصيا لأنها كانت أختي الصغيرة يعني وأنا يعني بقيت 8-9 سنين معاها شفتش منها لكل خير وفي كل شغلها عظيمة على مستوى الحقيقة الله يرحمها هي كانت الحقيقة يعني مثال العلماء اللي اكتهدت طول عمرها كرست حياتها كلها في البحث والاختراع عملت مجهود خيالي لاختراع اللي بتشتغل فيه هي كانت تلميذة الدكتور مصطفى السيد والحقيقة هي تميزت جدا عملت اختراعات كثيرة قوي قوي ما كانتش بتسيب حاجة بمجال إلا ودخلت فيه وكانت تعمل من أي مادة معدنية تعمل منها النانو التكنولوجي يعني مثلا نحنا كلنا بنعرف إنه مادة الكربون هي مادة عازلة هي اخترعت لما عملت النانو التكنولوجي عملت الكربون مادة ناقلة للكهرباء استعملت الفضة عملت منها فضة نانو اللي هي معقم مثالي للبكتيريا والكافة أنواع الفيروسات حضر العزاء لفيف من أساتذة الجامعات والبحث العلمية ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أسام شرف دكتورة مونة عالمة كبيرة متميزة في مجالها سنين احنا تجمعنا صداقة من زمان جدا وفي الحياة كانت دكتورة مونة يعني أنا عرفتها بالاسم الأول من كبار العلماء من الدكتور زويل الله يرحمه ومن دكتور مصطفى السيد ربنا يتولينا في عمره فقبل ما أشوفها وأتعرف عليها سمعت منها وسمعت عن في الحياة كفائتها وأنه إزاي وهي في الحياة صغيرة في السن كانت ابتدت تكون مدرسة متميزة في هذا المجال الدكتورة مونة عرفت بيها منذ عدة سنوات منذ أن كنت رئيسا الأكاديمية وكانت بتتقدم بمشروعات متميزة جدا وكانت بتقود فرق بحسية الحقيقة احنا عرفنا مونة من أيام كانت بتعمل دكتورها في جورجي تات مع الدكتور مصطفى السيد ومن ساعتها وكان دينا فرصة نقرب منها قوي علشان وإحنا في الغربة ومن الناحية الشخصية فمونة في الغربة كانت بتها مفتوح لكل المصريين وكل الأجانب بشكل يعني مش طبيعي لأنه قد إيه كانت بتها مفتوح لنا كلنا كانت أي مناسبة هي اللي بتلمينا هي اللي بتجمعنا كانت تميزة دكتور مصطفى السيد ودكتور مصطفى السيد وجد فيها إنسانة نابغة فكان هناك تعاون شديد بينهم لكن هي طرح حبة ترجع مصر وتحول توصل هذه المعلومات لأبنائها ولا تنمزتها ربنا أرحمه ويغفر لها يا رب إن شاء الله ويجعل للعلم اللي هي وصلته للناس والمصر كلها ده في يعني فرصتها عند ربنا إن شاء الله وربنا تغمدها برحمته كانت زي بنتي يعني وكانت مخلصة في كل شيء مخلصة في عملها مخلصة في لترمزتها مخلصة لأسل زيتها وبتفني نفسها في العمل والبحث الأبحاث القوية بتاعة العلماء الأجلاء اللي زيت دكتورة مونة هما اللي حطوا جامعات على الخريطة وهم اللي كمان هي كانت تتميز بي إزاي تستغل العلم ده لخدمة يعني كل القطاعات في الدولة أنا مش هقدر أقول عن وفاة مونة إلا إنها صدمة صدمة مونة بكر بالنسبة للبحثين بالنسبة لي أنا أنا بعتبارها كوطن ممكن إن أنت تمشي تبعد تسافر وترجع دائما عشان مونة بكر تلهمك وتديك طاقة إيجابية وتحلي لك مشاكل أحب أقول لدكتورة مونة هي علمة كبيرة في مصر ومن أول الباحثين اللي وطنت تكنولوجيا النانو في مصر وفي الوطن العربي وأنشأت أول شركة أبحاث لتكنولوجيا النانو في مصر والوطن العربي أنا فيش أي كلام يوفي حق الدكتورة مونة علينا دكتورة مونة تعتبر قبل ما يكون أستاذتنا هي أختنا وصدوكتنا وكل حاجة حلوة كتفل معنا في الفترة اللي فاتت عمرها ما بخلت علينا في أي حاجة سواء على مستوى العلمي أو على مستوى الشخص أو على مستوى الاجتماعي لها طبعا فضل كبير علينا شخصيا وعلى الشركة كلها في نانو تيك وهي اللي عملت تطوير علمي بإضافة وحدة الميكروسكوب الالكتروني النافذ على الدقة وده أول جهاز جاه في جمهورية مصر العربية الدكتورة مونة بكر اسم له تاريخ في البحث العلمي كان له بصمته في عالم النانو تكنولوجي فالفقيدة أحد أهم العلماء المصريين دكتورة مونة دي يعني كانت أخت وأم وأب وصديقة مهما البعض هيقول استحالة يعني هيوفيها أي حاجة وكل يوم متة بتزيد حتى هي بيتة كل حاجة أمي أمي يعني الأخت والصديقة والصاحبة العمر كله الحنونة العطوفة الرحيمة مش عارف مش يادر كل حاجة أكثر من كده الحمد لله رب العالمين وإحنا بنفخر بيها وبنفخر أن هي أختنا وطبعا هي ثابت يعني بابا وماما ما كانش يعني حنقول أنه هم ربون وكده ولكن هي ثابت فينا فرق كبير يعني إحدى أهم القامة النسائية رحلت عن عالمنا وودعناها بدموع وأمل في استكمال مثيرتها العلمية التي أسهمت في توطين تكنولوجي النانو في مصر رحلت عن عمر يناهز 48 عاما بعد صراعا مع المرض رحمها الله وتغمدها بوافر رحمته جاكلين ماهر صباح دريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة